دلوقتي موجز الأهم وآخر الأنباء بصحبة زملتنا هالا الحملوي تفضل يا هالا شكرا مصطفى التاسع صباحا بتوقيت القاهرة أسادسة بتوقيت درينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة والتكنولوجيا في مختلف الأعمال والمشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة وكذا التقييم المستمر للحركة المرورية داخل العاصمة لضمان سيولتها وكفاءتها جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي لمتابعة الموقف التنفيذي لتطور الأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي اطلع على موقف انتقال الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية حيث انتقلت بالفعل أكثر من مئة جهة حكومية منها ثلاثون وزارة بأعداد تصل إلى أربعين ألفا من الموظفين والعاملين كما اطلع الرئيس السيسي على تطورات الأعمال في مختلف مكونات العاصمة وكذلك تطورات نمو إيرادات شركة العاصمة الإدارية فضلا عن الدور المجتمعي للشركة خاصة في ظل المبادرة الرئاسية لتخصيص عدد من المنح الدراسية للمتفوقين من أبناء الصعيد في الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية انطلقت أولى الجلسات التخصصية المغلقة للحوار الوطني بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب لسياغة المخترحات والتوصيات الخاصة بقانون النظام الانتخابي بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي المدرجة على قائمة المحور السياسي والتي تم طرحها بالجلسات النقاشية العامة وناقشت الجلسة المخترحات والتوصيات المقدمة حول موضوع النظام الانتخابي بين النظامي القائمة المغلقة والنسبية والنظام الفردي وذلك لسياغتها بطرق أكثر دقة قابلة للتنفيذ تمهيدا لعرضها على مجلس أمناء الحوار ومن ثم رفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ويأتي ذلك من أجل التوافق على صياغة مشروع قانون توافقي حول موضوع النظام الانتخابي أو بل ورط التمايز بين المشروعات المتنوعة أكد الرئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية دور مصر المحوري في دعم حقوق الشعب الفلسطيني ومصالحه ولسيما في جهود تحقيق الوحدة الوطنية من خلال استضافة القاهرة اجتماع الأمناء العاملين للفصائل الفلسطينية للتوصل إلى رؤية وطنية شاملة وتعزيز الصف الفلسطيني جاء ذلك خلال اجتماع أشتية مع السفير المصري لدى دولة فلسطين إيهاب سليمان لبحث التطورات السياسية والميدانية في الساحة الفلسطينية وتناول اللقاء متابعة نتائج زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني ووفد وزاري إلى القاهرة وخاصة تعميق العلاقات التجارية وتطوير العلاقات مع القطاع الخاص بالإضافة إلى افتتاح معاهد أزهرية في فلسطين وزيارة وفد من رجال الأعمال المصريين إلى فلسطين للاطلاع على فرص الاستثمار من جهته أكد السفير سليمان استعداد مصر لتقديم كل أشكال الدعم والمساندة لدولة فلسطين والشعب الفلسطيني قال مفوض الزراع في الاتحاد الأوروبي يانوش فويتشوفسكي إن التكتل مستعد لتصدير جميع السلع الزراعية الأوكرانية تقريبا عبر ممرات التضامن وأضاف فويتشوفسكي إن 60% من صادرات أوكرانيا مرت عبر ممرات التضامن بينما مر 40% عبر البحر الأسود قبل انتحاب روسيا هذا الشهر من اتفاق كان يسمح بالتصدير الآمن للحبوب عبر البحر الأسود بوساطة من الأمم المتحدة قال رئيس مجلس النواب الأمريكي كابين مكارثي إن المجلس يسير على طريق واضح لمتابعة قضية عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن وأشار مكارثي إلى مزاعم فساد مرتبطة بالمعاملات التجارية الخارجية الخاصة بنجله هانتر بايدن مضيفا أن القضية ترتقي إلى مستوى تحقيق المساءلة وسيتم رفعه للتحقيق بالطريقة التي يخولها الدستور قال وزير الخارجية الأمريكي أنتني بلينكين إنه يتوقع العمل بشكل جيد مع وزير الخارجية الصيني الجديد وانجي في عقاب أعفاء سلفه تشينج جانج من منصبه وأضاف بلينكين أنه عرف وانجي على مدى عقد والطق به بشكل متكرر مشيرا إلى أنه يتوقع أن يتمكن من العمل معه بشكل جيد كما فعل في الماضي انتهى مجزو التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا ماصر مع جمالة مصطفى عودة لكم مرة أخرى جمالة مصطفى نشكرك هيلة شكرا جزيلا